السلام عليكم ومرحبا بكم اليوم ان شاء الله سنقدم لكم خبز ديال الدار احسن من المخابز سنضيف له واحد الاضافات اللي متواجدة عندنا في البيوت ديالنا كتخليه يجينا من السم خفيف رطب و قطني ممكن يتقدم سواء الفطور القوتي او حتى مع الاطباق الرئيسية ان شاء الله منين ستحضروا و سيكونوا معتمد عندكم فانتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتستبدوا معي فيه الاجبكم الفيديو ما تنسوش تشجعوني بواحد اللايك تخليوا لي الرأي ديركم والاقتراحات ديركم في التعليقات و يلا نبدو بسم الله بسم الله بالنسبة لطريقة ديال التحضير ففي واحد الاناء غدي ندير جوج معالق كبار ديال الخميرة الفورية و طبعا الخميرة كتبقى لحسب الجو الى كالجو سخون كتنقصوا الكمية كالجو بارد كتديرو جوج ديال معالق كبار ضفت واحد الكمية ديال الحليب الدافئ و دمجتها معاه و غدي نخليها جانبا حتى يعني كتفالينا و كتدوب ففي الايناء ديال العجانة غدي ندير 750 جرام ديال السميدة رقيقة يعني سميدة باش كنحضروا الحرشة او البسبوسة غدي نضيف كذلك 100 جرام ديال الدقيق و غدي نغرب لهم بجوج معا بعض ممكن هاد الخبز هادا كتعجنوه كذلك بيديكم كتبعوه نفس الطريقة و المراحل هدي نضيف واحد المعلقة صغيرة ديال الملحة و طبعا الملح تيبقى على حسب الضوك هنضيف كذلك ملعقة طعام ميناء السكر ملعقة صغيرة ديال النافئ نصف ملعقة صغيرة ديال الخرقوم فهدو هما الاضافات اللي درنا و مازال اضافات اخرى هدي نخلط هاد النواشف مع بعضيتها بنسبة الخرقوم فكي يعطيه واحد اللون جميل جميل في الخبز ديالنا من الاحسن استعملو الخرقوم البلدي يعني باش كنعرفو انه ما فيه شي ملوين ولا شي حاجة اما بالنسبة للنافئ فهو اختياري بغيتو تديرو هاد الخبز هادا فراح كي نسمو و كي يعطينا دك المضاق ديال الخبز بالمالح و باللي حلو بغيتو تديروه ديروه ما بغيتوش تديروه ما تديروش او ممكن تعوضوه بحبوب اخرى بحل زنجلان زريعة الكتان او اللي كتفضلونتوما سافي من بعد غادي نضيف واحد البيضة غادي نضيف كذلك نصف كأس من الزيت النباتية ما يعادل تمانين مليلتر و غادي نضيف دك الكاس ديال الحليب و غادي نضيف الاناء ديالي في العجانة الكهربائية و غادي نبدأ نضيف الحليب الدافئ تدريجيا شوية بشوية بالنسبة الكمية ديال الحليب اللي اخذت لي هاد الخبز هذا خذ لي تقريبا واحد الربعمية حتى الربعمية و خمسين مليلتر من الحليب الدافئ غادي نضيف كذلك ديال الخميرة الفورية بعد ما دابت لنا في الحليب و كذلك تفعلت و كي قلت لكم غادي نضيف الحليب شوية بشوية حتى كتجمع لنا العجينة بعد ما كتجمع لكم العجينة كتخليوها كتدلك مزيان حتى يعني كتحصلوا على واحد العجينة رطبة بالنسبة الناس اللي غادي عجنو هاد الخبز هاد بديهم فمنين كتتجمعوا العجينة كدلكوها واحد لمدة ديال خمسة ديال دقايق كتغطيو العجينة ديالكم كتخليوا كترتاح تقريبا واحد الخمسة دقايق هاكاياك و تعاودوا كتدلكوها للمرة التانية مدة ديال خمسة ديال دقايق طبعا إلا شتو العجينة رها نشفات ولا شربات السوائل بحكم أننا دير نسميدها حيط كتشرب السوائل كتزيدوا انتم كتدلكو انتم كتزيدوا الحليب المهم في الاخير خسكم تحصلوا على عجينة كتكون عليها الشكل هذا رطبة وشي شوي يعني كتتلسق بالاصابع غير شوية فقط المهم تكون مدلوكة مدلوكة مسيان سافي غدي ندير العجينة ديالي في واحد الإيناء وغدي نغطيها ونخليها في واحد المكان دافئ حتى كتختمر ويتضاعف الحجم ديالها من بعد ما خملت لي العجينة كنضغطو عليها باش كنخرج منها ذاك الهواء اللي تكون في الداخل ديالها ويعني كنخدموها تقريبا غير واحد دقيقة هكاك او دقيقة باش نتأكدو على ان ذاك الهواء او القاز يعني خرج منها سافي انا هنا يا هاد العجينة هدي غدي نخرج منها ثلاثة ديال الاشكال لذلك غدي نقسم العجينة ديالي لثلاثة ديال الاجزاء فانتوما يلاكنو غدي تديروا غير جوج ديال الاشكال قد قسمواها على جوج او بغيتو تديروا اكتر من ثلاثة كت็ تقسموا على حسب انتوما شكيلة اللي غدي تديرو اذا اما قسمت العجينة ديالي على تلاثة ديال الاجزاء فجزء غدي ندير تلاثة ديال الخبيضات كبار والجوج الاجزاء المتبقية آخر سنقسموه على اربعة اباح ل Belga لنحضر منو اربعة ديال الخبيضات صغر وربعة ديال الباقيتة همتي يكونوا صغار او متوستين ممكن توزنهم كيف ما قدرت انا او ممكن ان يتديروا عينكم ميزانكم وسافي سافينا يارى اني قسمت العجينة ديالي غدي نشكلها الى كويرات بنسبة الشكل الاول اللي غدي نحضروا منه 3 ديال الخبزات يكونوا كبار ام توسطين بسم الله فغدي نبدأ الآن غدي نشكلوا للخبز ديالنا او الشكل غدي نديروا دوك 3 ديال الخبزات كبار او متوسطين غدي نقرسوهم بسميدة اولا يعني كنناخدوها كايا القريصة ديال الخبز كنشدوها من الفوق وكننغطسها يعني في الحليب اما كتديروا الحليب او الماء اللي بغيتو ومن بعد كندوزها في السميدة يعني سميدة رقيقة باش عجلنا الخبز باش غدي نزينا سافي كندوزوها من الفوق ومن التحت وغدي نديرها جانبا في الصينية او في القصديرا او في الايناء فين ما بغيتو سافي نفس الشيء غدي ندير الكورة التانية كنهزوها كايا من الفوق بحل هكي نشدوها بالاصابع ديالنا كننغطسوها في الحليب وكندوزوها في السميدة سافي غدي نبقى مستمره بنفس الطريقة بنسبة للقريصة التالتة بنسبة للشكل التاني غدي نشكلوهم على شكل ديباكت كنناخدو العجينة ديالنا كنمددوها كيالة بشكل دائري وكنبدأ كنلوي وحنا كنلوي وبحالي لا كنضربها كيالة بليد ديالنا بش يعني كتبت العجينة احنا كنلوي وحنا يا كنضربوها او كنقرسوها او كنميم نضغطو عليها مزيان وصافي بنسبة لذاك الجزء الاخير اللي كيتبقى لنا ديال العجينة فكنحاولو كنتبته مع العجينة مع بعضيتها بحالي لا كنقرسوها بالاصابع ديالنا بش كتبت وكن يعني كنتنتأكدو وانها عاطينا شكل ديال الباقيت وهكا يمنين ندخلو العجين ديالنا الفران ما تتحلناش وتبقى محافظة على شكل ديالها غدي نبقى مستمران نفس الشيء بالنسبة الباقي الوحادات سفينا يوم بعد اما شكلت لباقيت ديالنا غدي ندهنهم من الفوق بشوية ديال الحليب وغدي نرشع لهم الدقيق المهم هادو مسألة ديال 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 ممكن ديروا الدقيق ممكن ديروا حبوب ممكن دخلو معاديين ممكن ديروا السميضة اللي بغيتو المهم بما اني هنا يدرت ثلاثة ديال الاشكال فحاولت نغير حتى في الديال ديالهم نعطيكم افكار سفي نرشع ليهم الدقيق هكاية وكن ندير الباقيت نفس الشيء تنديروا في السينية ديال الفرن بالنسبة لشكل الثالث والاخير سوف ندير القريصات او خبيزات اللي سنزينهم بالزرارع كناخدوا القريصات دينا كنغطسهم في الحليب وكندوز عليهم دوق الخلطة ديال الزرارع انا محضرها يعني من في البيت دكشي اللي عندي خلطوا مع بعضياته درت شوية ديال الشوفان شوية زريع دلكتان شوية السانو شوية زنجلان الباظو المهم الحبوب اللي كتكون عندكم كتخلطوها مع بعضياتها او ممكن تشريوها الجهيزة راها كتبع سوفي هنا يوم بعد ما كملت شكيل ديال الخبيزات ديالي فاحنا يعني كان نشكلو الخبيزات وفي نفس الوقت را كانوا دو كل الوالة يعني بحلي راهم خمروا او رتاحوا شوية فاكن نبسطهم هكا يبيت ديال غادي نبسط الخبز كامل سوفين بعد ما بسط الخبز ديالي فبالنسبه للخبزلكبير فاا غادي ندلم هكا يا خطوط إما كتخدو ذاك زازوار أو كوتور أو سيكين ؟؟؟可以 استوفروا one كنا لكنيا يا نفلحه هكا يا ؟!! سوف نضغط المسكين سوف نضغط المسكين نضغط المسكين سوف نضغط المسكين سوف نضغط المسكين سوف نضغط المسكين في مكان دافئ يخمر النار للمرة الثانية لكي نطيب الخبز الخبز بعد مخمر تقريبا 30-45 دقيقة في الاختمار الفران من قبل 200 درجة ندخل الخبز لكي يتحمر من الجهتين بالمراقبة وكي نخرجه وهذا يكون هو الشكل النهائي الخبز ديالنا تيجي خفيف ارتب مشكل سواء في الاشكال ديالو او حتى في زين ديالو كي يجينا من السم وكيفشته سهل سهل في التحضير والمكونات ديالو متواجدة في اي بيت تمنى انكم تجربوه ويعجبكم ان شاء الله ليجرب الوصفة ما تتنساوش تسافتوليات طبيقات ديالكم على مواقع التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك او انستغرام او حتى على البريد الالكتروني غادي نقطع لكم الخبز باش تشوفوه من الداخل كي باش كي يجي فراه كي يجي خفيف خفيف ورطب وكي يجي حتى اللون ديالو جميل بزايف بحكم داك الخرقوم اللي دايرين فيه وكان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم وهذا هو الخبز ديالنا ديال اليوم اللي حضرناه نتمنى يعجبكم وما علي نقول لكم غير باستحاب الراحة والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة